اخوتي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة جو جايم المتخصصة بسكوتر الكهربائي فيديو اليوم فيديو بسيط سنراجع ونشرح السكوتر السكوتر الكهربائي سنشرح المميزات والخصائص الخاصة به وكذلك سيره حاليا في بلدنا المغرب على بركة الله هذا السكوتر الكهربائي سكوتر عادي جدا يشبه سكوترة شاومي الاعتيادية مثل شاومي ثلاثة او شاومي ام تلتمية وخمسة وستين من هذا النوع وسنمر الخصائص الخاصة بهذا السكوتر الكهربائي لكي ترون مدى الشباه بين هذا السكوتر وبين السكوترات شاومي الاعتيادية السرعة القصوى الخاصة بهذا السكوتر الكهربائي هي خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة هي السرعة القانونية التي يتم تحديدها من المصنع يمكنكم زيادتها اذا تم تحكير هذا السكوتر الكهربائي او الفلاش لكن السرعة من المصنع هي 25 كم في الساعة المسافة القصوى الإجمالية بشحنة واحدة أو الأوتونومي الخاصة بالبطارية تقدر بحوالي 30 كم 30 كم في ظروف المختبر أي طريق مستوية لا توجد رياح حرارة معتدلة لا توجد مرتفعات إلى آخرين مما قد يؤدي إلى السكوتر الكهربائي أن يسير إلى مسافة 30 كم لكن في الظروف الإجيادية في الطريق العام عليك أن تطرح قرابة 5 إلى 10 كم والنتيج سيكون 20 كم كمسافة قصوى لدى هذا السكوتر الكهربائي أضواء لد أمامية وخلفية بطاقة قدرها 2.1 واط ولهذا السكوتر الكهربائي كذلك أضواء خاصة بالمكابس الفرناج حينما تضغط على المكابس أو المكابح فإن الضواء الخلف الأحمر يتم إشعاله وفيما يخص عجلات هذا السكوتر الكهربائي فهي عجلات توبلاس من حجم 10 بوصات وحينما نقول توبلاس فإنها مضادة للثقوب لا تحتوي على شامبرار لذلك لا يتم ثقبها لكن مشكلة الخاصة بعجلات توبلاس وأنها سريعة الإنسلاق لسكيلة كالعجلات العادية ولهذا السكوتر الكهربائي نوعين من الفرامل كباقي السكوتر الكهربائي الأخرى فرامل الأولى هي الفرامل العادية فرامل ديسك والفرامل الثانية هي الفرامل كهربائية إلكترونية التي توجد في المحرك تلك الفرامل التي حينما تترك دوسة لكسلغاته فإن العجلة التي يوجد فيها المحرك تفرامل بطريقة سليسة وطريقة أوتوماتيكية وهذه الفرامل هي تلك الفرامل كما يقال غوجة نغاتيف تلك الفرامل التي تحاول طاقة الفرامل الساكنة إلى طاقة كهربائية في البطارية يمكن لهذا السكوتر الكهربائي تسلق مرتفعات تقدر بـ 15% مقارنة مع السكوتر الكهربائي الأول الخاص بـ 9BOT MAX G30 يمكنه صعود مرتفعات قدرها 20% لكن هذا السكوتر الكهربائي الذي نشاهده اليوم F30E فإنه يصعد مرتفعات مقارنة قدرها 15% 15% أي درجة ولهذا السكوتر الكهربائي Reflector أي لاصقات جانبية وفي وراء السكوتر الكهربائي تعكس الضوء كما نشاهدها في التراجعة الهوائية العادية حينما يكون الجو ليلا وتكون سيارة مرة في الطريق فإن حينما تشعل الأضواء فإن عكسة الضوء الخاصة بالتراجعة الهوائية تعكس الضوء وكذلك نفس الشيء بهذا السكوتر الكهربائي فيما يخص شحن هذا السكوتر الكهربائي فإنه يتم شحنه في مدة تقدر بـ 6 ساعات ونسو هي مدة متوسطة توجد سكوتر الكهربائي تشحن في 4 ساعات وتوجد سكوتر الكهربائي تشحن في 8 ساعات مثل شامي برو 2 هذا السكوتر الكهربائي في المنتصف يشحن في مدة زمنية قدرها 6 ساعات ونسو وهي مدة جيدة المحرك الخاص بهذا السكوتر الكهربائي ومحرك قوي قد قوته ثلاثمائة واط يمكنك السير به في جميع الطرقات بطريقة سلسة لكن المشكلة الخاصة بهذا السكوتر الكهربائي كما سكوترات شامي هو أنه لا يحتوي على مداد الصدمات لذلك من الأفضل تجنب السير به في الطرقات المالية أو في الطرقات غير المعبدة لهذا السكوتر الكهربائي أيضا 3 أنساق للقيادة نساق مود إيكو يمكنك السير بهذا السكوتر الكهربائي بسرعة قدرها 15 كم في الساعة المود ستاندار الذي يمكنك من السير بسرعة قدرها 15 كم في الساعة والمود سبور كذلك يمكنك من السير بسرعة قدرها 25 كم في الساعة لكن الفرح ما بين ستندار وسبور وهو أنه حينما تجحرك للوهلات الأولى لكسل غازون أو التسارع فإن ستندار يتسارع بطريقة سالسة فهذا فيما يخص صرعة السكوتر الكهربائي يمكن لهذا السكوتر الكهربائي أن يتم ثانيه كما جميع السكوتر الكهربائية لكي تتمكن من حمله والسيار به نحو الأعطالات نحو المنزل الخاص بكم نحو وسائل المواصلات وفيما يخص شاحن هذا السكوتر الكهربائي فإنه يمكنك شحنه بشاحن خاص بالعنبوت كما يمكنك شحنه بشاحن خاص بشومي فإنه كومباتيبل ويعمل معه بدون مشكلة والبمس أو نظام الجستيون الخاص بالبطارية فإنه نظام جيد جيد كما جميع السكوتر الكهربائية نظام يحميها من الجود العالي من الكهربائي كما يحميها من شورت سيركيت أو كورغ سيركوي ويمكن ربط هذا السكوتر الكهربائي بالتطبيق الخاص بناينبوت اسم التطبيق سيقوي نينبوت أب ويتواجد في آيو اس آيفون وكذلك في هواتف أندرويد لكي تتحكموا في السكوتر الكهربائي الخاص بكم فباختصار هذا السكوتر الكهربائي اسمه نينبوت أفتلاتين الوزن الخاص بستة عشر كيلو جرام فاصل أربعة أي ستة عشر كيلو جرام ونصف تقريبا وهو وزن لا نقول خفيف ولا نقول ثقيل وزن في المنتصف المسافة القصوى في المختبر ثلاثون كيلو متر والسرعة القصوى الخاصة بهذا السكوتر الكهربائي من المعمل خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة الوزن الأقصى المسموح حمله في هذا السكوتر الكهربائي وزن الشخص هو مئة وعشرون كيلو جرام مئة وعشرين كيلو متر هو الوزن الأقصى الذي يمكنك يمكن لهذا السكوتر الكهربائي حمله وفيما يخص ثمن هذا السكوتر الكهربائي فثمنه في أسواقنا المغربية 7729 درهم 7729 هو ثمن مرتفع قليلا مقارنة مع السكوتر الكهربائي الأخرى التي لديها نفس الخصائص لهذا السكوتر الكهربائي فكما ذكرنا سكوتر شاومي M365 أو شاومي 3 لديه متقربا نفس الخصائص وبثمن أقل قليلا أقل بألف درهم ألف وخمسمائة درهم فكان هذا هو شرحنا بخصوص هذا السكوتر المتميز والفريد من نوعه من طرف شركة ناينبوت فإذا كانت لديكم أسئلة لا تنسوا تركها في التعليقات إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الناس والأصدقاء المتمين بالسكوتر الكهربائي والمركبات الكهربائية بصفة عامة لا تنسوا ترك التعليقات فيها أسئلتكم وكذلك اقتراحاتكم للفيديوهات القادمة شكرا لكم على تتبعكم والسلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر